موسيقى نشرة استاد سامن قناة عدن الفضائي أهلا بكم بعد فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أنه فيها بمناسبة ذكر استقلال بلاده وأشهد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لأسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الوطنية متمنيا له منفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق التقدم والازدهار التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مبؤوت الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفت والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم في بلادنا وأكد نائب رئيس الجمهورية حرص الحكومة الشرعية على السلام وعلى تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وخاصة ما يتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين وعبر عن شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية للرد الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على التزام الأمم المتحدة بالمرجعيات الثلاث المعترف بها وعلى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وبأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد لشعب اليمني وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة واستئناف عملية السلام كما أوضح نائب الرئيس بأن الحكومة الشرعية ومنذ الوهلة الأولى وهي تتعامل بكل إيجابية ومرونة مع المبعوث الأممي وأنها وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية قد قدمت الكثير من التنازلات من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني ومن أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث وعبر نائب رئيس الجمهورية في اللقاء عن أمله لتنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة لفخامة الرئيس مؤكدا بأن الشرعية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية سوف تعاود الانخراط الكامل وبكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقا للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق سويد ونوها نائب الرئيس لاستمرار التصعيد العسكري من قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران من استهداف للمدن وإطلاق للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية واستهداف للملاحة الدولية في خطوات تنبئ عن نوايا للاستمرار في الحرب ومضعافة الأزمة الإنسانية جانبه جدد المبعوث الأممي تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرات الخالجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة مشيرا إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستئناف جهود السلام وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي ونائب المبعوث الأممي معين شريم بحث سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد صالح ناشر مع نائبة وزير الخارجية الكوبي آنا تريسا جونزاليس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وجدد السفير ناشر خلال اللقاء حرص القيادة السياسية في اليمن ممثلة بفخمة الرئيس عبد الرب منصور هدي رئيس الجمهورية على وقف الحرب وإحلال السلام وتنفيذ الكامل لاتفاق سويد بما في ذلك اتفاق الحديدة والتوصل إلى حل شامل وفقا للمرجعيات الأساسية الثلاثة المتفق عليها مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية قدمت في سبيل ذلك العديد من التنازلات رغم استمرار تعنت الميليشيات الحوثية ومراوغتها بغية إطالة أمد الحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني وإفشال اتفاق السويد من جانبها أكدت نائبة وزير الخارجية الكوبي دعم بلادها للحكومة الشرعية في اليمن وجهودها في استعادة الدولة ومؤسساتها مجددة حرص كوبا للتوصل إلى وقف للحرب وإحلال للسلام الدائم في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها عقد في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة الموقعة تتعادا اجتماعا موسعا بمدراء وممثلي شركات الصرافة العاملة في الجمهورية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وأكد الوكيل المساعد على أهمية دور شركات الصرافة في الإسهام بتنمية الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تقديم المساعدة لتطوير شركات الصرافة لتمكينها من العمل وفق المتطلبات الدولية الخاصة بالالتزام ولفت إلى أن البنك المركزي سينظم خلال الأسبوع القادم ورشة عمل حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة الالتزام والامتثال ودوره خاصة بمسؤولي الامتثال لشركات الصرافة وأشد الوكيل المساعد على ضرورة ربط بيانات الصرافين بالبنك المركزي خاصة بيانات الحوالات من خلال النزول الميداني لوحدات التفتيش من قطاع الرقابة على البنوك وذلك حسب النظام والقانون للدولة الذي أعطى الصراحيات الكاملة للبنك المركزي بذلك والذي بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة مؤكدا أن هذا الإجراء هو حماية لشركات الصرافة لتجنب تعرضهم للإجراءات الخارجية لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية في الأخبار الميدانية أسقطت الدفاعات السعودية مساء أمس طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط وأوضح الناطق باسم تحالف الدعم الشرعية في اليمن العقيد ترك المالكي أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها وأكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات وتحييد قدراتها بكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية صدت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية هجوما للميليشيات الحوثية الإنقلابية في منطقة الزبيرية في مسعى للسيطرة على المنطقة التي خسرتها سابقا فيما تمكنت مدفعية الجيش والمقاومة الجنوبية من دك مواقع الميليشيات الحوثية الإنقلابية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها ومصرع العشرات منهم وقالت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة أسفلت عن إحراق ثلاثة أطقم عسكرية للحوثيين في منطقة الزبيرية وتدمير عيار 23 باستهداف مباشر من مدفعية قوات المقاومة الجنوبية كما سقط أكثر من عشرة مسلحين بين قتيل وجريح من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال كسر تسلل حاولت خلاله الميليشيات التقدم نحو مواقع خطوط التماس بمنطقة الرئيبي في جبهة حجر بمدهية قعطبة شمال المحافظة هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتد في تعز لقي ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الوطني شرق مدينة تعز وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني تصدوا لهجوم فاشل لميليشيات الإنقلابية التي حاولت من خلاله استعادة مواقع في محيط الأمن المركزي ومستشفى الحمد مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثمانية عناصر من الميليشيات وإصابة العشرات منهم بجروح ولذا من تبقى منهم بالفرار سقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف وقال مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة إلا أن المحاولات فشلت أمام يقظة أبطال الجيش الوطني مؤكدا أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركز استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإنقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات أخيرا من الحديدة فقد قصفت ميليشيات الحوثية لحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني في الجبلية والمجلس الواقع جنوبي محافظة الحديدة ونقل مصدر عسكري ميداني نعناصر الميليشيات المتمركزة في مواقع متاخمة لمنطقة الجبلية أقدمت على قصف واستهداف مواقع الجيش الوطني في المنطقة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة دون أن توقع خسائر في صفوف قوات الجيش الوطني مصادر أخرى ذكرت أن قصفا عاليفا بقذائف مدفعية الهون شنته الميليشيات الإنقلابية على قرى سكنية في منطقة المجلس وسقط عدد من القذائف بالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم وخلفت أضرارا بالغة بالممتلكات في المنطقة وارتفعت واترة القصف الحوثي على مواقع وتحسينات الجيش الوطني في محاور متفرقة من محافظة الحديدة منذ بدء سيرايان الهدنة الأمامية لوقف إطلاق النر كما تعرضت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الواقعة وسط أحياء سكنية لقصف مماثل أودى بحياة مواطنين أبرياء وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية للقاء اشتركوا في القناة